مكتب نادي الهاوي عرف مخالفات كبيرة تسير وهذا موقف عليه محافظ الحسابات وهناك تهم بالاختلاص من خزينة نادي مولودية الجزائر نا لن نتهم أحد ولكن أنتو مع رأس نادي الهاوي نادي الهاوي قمنا بالعمل تعالى يقدر يدير الاتهام هو العدالة هذه اللي تقول كاين اختلاص ولا مكشف محافظ الحسابات دار تقرير تعالى وش فيه التقرير التقرير يقول باللي كاين هناك سوء تسير وفيه أموال ما كاشهم سوء تسير الأموال ما كاش أموال كاين ولا ما كاش العدالة هي لأنه محافظ الحسابات وجد تغرف الأموال وجد تغرف الأموال موجد تغرف الأموال هذا محافظ الحسابات دار دار تقرير ومحافظ الحسابات محلف لأنه يلقى تغارات يرفع الدعوة قضائية وهو ما تم تم رفع دعوة قضائية هنا كمكتب مسير تابع إلى وزارة شباب ومدرية شباب الرياضة رفعنا هذا التقرير إلى مدرية شباب والرياضة التي طلبت مننا طلبت مننا بواثقة رسمية أو بكتاب بمراسلة رسمية أننا نرفع الدعوة لأنه محافظ الحسابات هو كذلك رفع الدعوة ضد المكتب المسير السابق ليه كان يسيره؟ يسيره بسعود توركي مسعود توركي مسعود إحنا إحنا رفعتوا تقرير إحنا دينا التقرير وصلناه وين لازم قيمة الأموال التي لم تجدوا لها حجج وجدت فيها تغارات شوف من اللي تولينا أنا والمكتب المسير لقينا حوالي ستة وعشرون مليار كديون ديون عملنا سنتيم 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 السكانات المخلصوش دينا الناس واحد مخلص أنتي حسبنا دينا المجموع حوالي تلاتة وعشرية كي لقينا واحد تسعتاش مليار زايد خمسة ملايير دي شاك ومدوا لشاك للناس بدون رواسيد ما كاناش رواسيد كنت لأ في الأقل ما عندكم شا رواسيد يعني خفض ما كانش دي شاك ومكتش عندكم شاك سنتيم يدخلوا درانت روح تشبت كدرنا الإجمالي لقينا 26 مليا مبانتش مش مبانتش ديون هذي ديون في الورق بينهم في الورق مثلا كان الرياضي فلان يسال 400 مليون حادر أن يفهمها تغرى المالية التغرى المالية المحافظة للحسابات هو اللي دار في التقرير تيه كي شوفنا التقرير تيه هو يقولك هذه لازم يفتحوا التحقيق ربما يلقوا أكثر ربما يلقوا أقل أولي في العشرة ملايين دينار دينار نعم إذن